في زيارته الرعوية الأولى استقبلت مدينة الفحيص المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفلدلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك يرافقه عدد من كهنة وشمامسة الأبرشية ولدى وصول سيادته كان في استقباله رعاة الكنائس الرسولية ومسؤوله ووجهاء المدينة وجمع غفير من أبناء الرعية وأعرب المطران جبارة عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال الذي يدل على العلاقة الطيبة والأصيلة القائمة بين أبناء الوطن الواحد وترأس المطران جبارة القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة القديس جوارجوس للروم الملكيين الكاثوليك بمعاونة الأب بولوس حداد رعي الكنيسة ولفيف من الأباء الكهنة وفي ختام القداس الذي حضره رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر توجه الجميع إلى قاعة الرعية للسلام على سيادته والمباركة له بتوليته على الأبرشية